إجمالاً إخواني الكرام أؤكد على أمر هام أن الدبلوماسية الجزائرية راهي في أسوأ مراحلها الدبلوماسية الجزائرية ما تعانيه الآن لم يحدث حتى في مرحلة التسعينات اللي كانت أيضاً أسوأ مرحلة في تاريخ الجزائر كي كانوا الجزائريين يقتلوا بعضهم بسبب المجرم خالد نزار هذا الخالد نزار الآن راه يدير هو وولده يدير أصلاً يتحكموا ويعطوا في مشورات للأجهزة الأمنية ويصفوا في حساباتهم مع الناس وهم في الجزائر وهم تورتوا يعني من رطوسهم إلى أخمص قدبيهم في الفساد الآن راه يديروا في لعبة كبيرة على حساب الأمن القومي الجزائر لو كانت دولة دولة حقيقةً وقع فيها حراك شعبي وحقيقةً هذا الحراك الشعبي أفضى إلى بناء دولة جديدة خالد نزار راه مجبوش في طائرة عسكرية راه استلموه من المفروض ما تجيبش دركي محمد عبد الله بتلك الطريقة من المفروض أن يجيب خالد نزار وولده مش يرجع معززين مكرمين وخالد نزار يرجع على متن طائرة رئاسية يدخل للبلاد هذه إنجازات الدبلوماسية التبول هذه إنجازات دبلوماسية التبول وجبت لك جبت لك هذا البلاء الحقيقي على الشعب للأسف الشديد أن الجزائر تمر بأسوأ مراحلها يجب إنقاذ الجزائر أيها الجزائريون أنا أقول لكم هذا الكلام كمحل سياسي كمحل استراتيجي عارف بخبايا كثيرة لا يعرفها عموم الناس ما يعرفها شاذم اللي يغضغولك في مشاعرك بكلمات رنانة وتخوين الناس ووزع لك هذه الأشياء هذه بشي خدرك الحقيقة أن الجزائر في أسوأ مراحلها الجزائر راهي بلا قيمة وهاي وصل الدبلوماسيتها كما تحدثنا في مداخنة سابق باختصار شديد أن الجزائر الآن لا قيمة لها كان من الممكن بعد الحراك الشعبي هل تعلم ما حققه الحراك الشعبي من قيمة الجزائر والله ما تقدروا تصورها أنتم اللي عايشين في الجزائر ممكن ما شفته هاش نحن اللي عايشين في الخارج ونزوروا في القرات الخمس ونسافروا الجزائر تحولت إلى مصدر إلهام إلى شعلة لو أنه للأسف ابتلانا ربي بقيادة عسكرية يعني وصلح نقول لك لم أجد الألفاظ أن أصف بهذه القيادة الفاسدة بمعنى الكريمة هذه العصابة اللي جذرت وغرقت في الفساد يعني ابتلانا ربي بهذه القيادة خدعت الحراك الشعبي وخدعت الشعب الجزائري وخدعت البلاد أولا وقبل كل شيء لو أنه تركوا المجال للشعب يختار قائده يختار مؤسساته الآن الجزائر رهي قبل الاستثمارات الخارجية الآن يا جماعة أنا التقيت مع ناس مستثمرين كنوا قولهم علش ما تروحوش تستثمروا في الجزائر قولك الجزائر ما فيهاش أمان يا رجل كيف ادي أموال طائلة لتقيتهم ناس خارجيين قال لي كنا فكرنا في مشاريع للاستثمار في الجزائر وبطلنا بلد ما فيهاش ثقة قال تروح تستطيع تعمل مشروع كبير هو يبدأ ينجح يكون جنرال يشوف المشروع هذا يسمع به باللي رو ناجح يدير قال بيديهولك يعني دولة لا أمانة فيها ولا ثقة فيها كيف سرح تكون دبلوماسيتها لديها ثقة أنصح العمامرة إذا كان رجل دبلوماسي حقيقي وعنده شوي ذرة كرامة وأنا أستبعد هذا الأمر ولكن أقولها من باب حسن الظن في من لا يستحق ذلك لو كان فيه رائحة من الكرامة هذه يقدم استقالته ويعود إلى بيته أفضل وأكرم ليه ربما يلتحق بمؤسسات وهيئات دولية لتولي ترجع له قيمة أكثر لأن هذا المنصب اللي راهوا فيه راهوا عبارة عن شخشيخة في يد جينيرالات وصلوا للرطب هذه بالشيتة وبالمكر وبالخداع وبالفساد ولا يملكون أدنى مستوى وأتحدى المخير في الجينيرالات هذا يطلع في حوار تلفزيوني مع صحفي أجنبي على المباشر يحاول ستعرفون مستوىهم كل جينيرالات الدنيا تلقى تخرج من مؤسسة الأسكرية جينيرالات داروا دراسات استراتيجية ألفوا كتب ألا عندهم نظريات وصلوا الجيش انتاعهم أنه يخترع يصنع أشياء ماذا يصنع الجيش؟ كل يوم احترافية الجيش تجديد عتاد الجيش تجديد كله وهي كلها تجديد الصفقات تذهب إلى جيوب هؤلاء الفسدين بالأسف الشديد إذن الجزائر في ورطة حقيقية وهذه تظهر واضحة جلية من خلال تخبر وزارة الخارجية ومن ينظر إلى هذه الوزارة وهذه التصرحات المتلاقظة خاصة فيما يخص المغرب والله لن يقترب من هذه البلاد راح يقول لك شوف هذه البلاد مجروبة ليقترب منها يجرب هذا أقل شيء يمكن أن يقال لدى مستثمرين واقتصاديين ودول وهيئات وأصحاب أزمات أيام